أعمل عنف جديد اندلعت أمس في جاس عاصمة ولاية بلاتو بوسط نايجيريا حيث تجددت الاجتباكات بين المسيحيين والمسلمين مادة المقتل شخص واحد على الأقل يأتي هذا غدات موجة اعتداءات بالقنابل وهجمات سدفت مسيحين عشية عيد الميلاد في مدينة جاس الواقعة بين الشمال حيث تقيم غالبية المسلمة والجنوب المسيحي بغالبيته الهجمات أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وجرح أكثر من سبعين آخرين خصب ما علنته الشرطة النايجيرية وفي رد فعل أول على أعمال عنف هذه وعد الرئيس النايجيري جودلاك جوناثان بحالة المسؤولين عنها على القضاء هذا انتشر الجيش النايجيري أمس بقوة في مدينة جاس تفاديا لاندلاع موجة جديدة من أعمال العنف في منطقة تشهد بانتظام موجهات طائفية